الأشياء الثمينة والمقدسة يجب أن لا تعطى إلا لأولئك الذين يقدرون حق قدرها الناس اللي فعلا بتقدر هذه الكلمة مثلا المواهب الروحية مواهب الرب مش ممكن تعرض للإهانة ولا يعرض هذا الحق حق المواهب مثلا للسخرية هذا القدس يمكن اللي بشير إلى طعام الكهنة كان ممنوع غريب ولا أي شخص تاني حتى من أصبحت تاني إلا الكاهن وعائلة الكاهن يخدو من هذا الموضوع لكن مع الزمن كان في تطور بين طبعا اليهود والأمم الأمم صار ينادى عليهم بحسب التقليد اليهودي كل أنواع المسميات وكل أنواع الأسماء ومن ضمن هذه الأسماء كان يطلق على الأمم كلاب وكان يطلق عليهم خنازير فنحن لا نتعجب حتى يومنا هذا للأسف بالقرن الحاد والعشرون بعض الناس ينادوننا المسيحيين بأننا فعلا خنازير أو نجس أو غير طاهر يعني عم بيحكم على شخص من خلال التقليد الي تعلموا ومن خلال الشيء اللي بيشوفه